اشتركوا في القناة والبداية مع صحيفة الجارديان ومقال إيلان بلاك بعنوان سوريا اجتماع فيينا يوافق على إسقاط المساعدات من الجو ويخفق في تحديد موعد للمحادثات حيث تعهدت الولايات المتحدة وروسيا وقوى أخرى باستخدام إسقاط المساعدات من الجو لإيصال المساعدات الإنسانية المستعجلة إلى المدنيين السوريين ولكنهم فشلوا في الاتفاق على تحديد موعد لاستئناف محادثات السلام المتوقفة ما يسلط الضوء على عمق الانقسامات الدولية حيال الأزمة في سوريا إسقاط المساعدات من الجو محفوف بالكثير من المصاعب اللوجستية كما أن المساعدات ربما تصل إلى الجهات الخاطئة على الأرض الدول المشاركة تقف في مواقف متناقضة من الصراع المستمر منذ خمس سنوات وهو ما يفسر النتائج الهزيلة للمؤتمر وقد حذر البيان الصادر عن المؤتمر إذا لم تطبق الالتزامات إذا لم تطبق الأطراف الالتزامات في وقف إطلاق النار بحسنينية فإن العواقب ربما تتضمن العودة إلى الحرب الشاملة قال ديمستورا لا نزال ننتظر نوعا من النتائج الملموسة لهذا الاجتماع ولكن ليس في وسعنا الانتظار طويلا نريد الإبقاء على الزخم ولكن لن أكشف عن الموعد المحدد لأنه سوف يعتمد على حقائق أخرى قدر ديمستورا بأن أكثر من 400 ألف شخص قتلوا في السنوات الخمس من الصراع كما أدى إلى تشريد أكثر من نصف سكان سوريا الذين كان يصلوا تعدادهم قبل الحرب إلى 23 مليون نسمة قال هاموند وزير الخارجية البريطاني إذا لم يشعر مقاتل المعارضة ببعض التغيير على الأرض فإنه لا يمكن أن نبرر لهم البقاء على الطاولة في جينيف آمل أن نقوم بأمرين اليوم تغفر المساعدات الإنسانية وإنقاذ المسار السياسي إذا لم تبدأ المرحلة الانتقالية في آب أشرت السعودية إلى أنها ربما تزود قوات التمرد بأسلحة أكثر تطورا وأشار كيري بصورة غامضة إلى الخطة بي أكثر من مرة ولكن قليلون من يتوقعون حصول تغيير دراماتيكي خلال الشهور الأخيرة لأوباما في الميت الأبيض وبالانتقال إلى صحيفة ينيشفق التركية نقرأ مقالة لمروش ابنام أرجو بعنوان من الذي يؤمن الأسلحة لتنظيمي داعش والبيكيكي؟ قالت في الكاتبة ليلة الثاني عشر من أيار قام تنظيم البكيكي بتفجير شاحنة تحمل 15 طن من المتفجرات في قرية ساري كاميش التابعة لمحافظة ديار بكر على طريق دورمالو هذا التفجير الضخم أدى إلى اشتعال بركان قطره 35 متر وعمقه 5 أمتار والذي أدى إلى موت 13 مدني فعلا عذر أقبح من ذنب إن كان تصريح البيكيكي صحيح فهذا يعني أن 13 من أبناء درومالو قد ضحوا بأنفسهم لمنع عمليات إرهابية شنيعة مخططة وإن كان تصريحهم كاذب فمعنى ذلك أنهم كانوا هؤلاء الضحايا المستهدفون الأصليون بقايا الضحايا من التفجير التي تمت تعبئتها داخل الأكياس لم تبلغ سوى 60 كيلو جرام وتم دفنهم يوم الثلاثاء ماذا كان سيحصل يا تورا لو كانت اسم المنطقة كوباني بدل من درومالو وكانت الشاحنة لداعش وليست للبيكيكي داعش تستعمل في اعتداءاتها على تركيا الصواريخ المقيدة في مخازن سوريا والصاروخ الذي بيد عنصر البكيكي في تشوكورجا أيضا صناعة روسية وقبل ذلك شهدنا لصور في مواقع التواصل الاجتماعي صواريخ جافلين الأمريكية وبانزير فوست الألمانية بيد عناصر البكيكي والمتفجرات التي تبلغ 15 طنا التي في داخل الشاحنة المنفجرة في درومالو وملايين الأسلحة والمتفجرات والذخائر وأسلحة ذات التقنية العالية هي تحت أيدي المجموعات الإرهابية المستهدفة لدولة تركيا إن الذين كانوا ينتقدون تركيا بأنها لا تقاوم داعش في الحد اللازم وحتى أنهم اتهموها بدعم داعش هؤلاء اليوم ينقضونها لأنها تتدخل بالبكيكي وهؤلاء اليوم يعطون المشروعية للبكيكي والبيدي ويفتتحون لهم المكاتب والمخيمات ومع كل ذلك يدعمونهم بالأسلحة أيضا ومن طرف آخر يحفزون المحاربين الأجانب للانضمام إلى تنظيم داعش قد يكون جرحنا عميق وننزف من شدة الجرح ولكن طالما لم نستسلم وطالما صمدنا وتحدينا الإرهاب سنكشف جميع المؤامرات والاتفاقات الشرية ضدنا ونقرأ في صحيفة العرب الجديد مقال لميشيل كيلو بعنوان ثورة يقتلها أبناؤها حيث رأى فيه الكاتب بأنه لا مجال لضرب الأخمس بالأسداس حول هوية المنتصر في الاقتتال الإجرامي الدائر في الغطاة الشرقية منذ الثامن عشر من نيسان بين جيش الإسلام من جهة وفيلق الرحمن وجيش الفستات من جهة أخرى إنه بشار الأسد ونظامه الذي يحقق اليوم ومن دون أي تكلفة انتصارا سهلا لم يحقق جزءا صغيرا منه طوال ثلاثة أعوام على الرغم من خسائره الفادحة في الرجال والعتاد في محاولاته استعادة الغطاة إلى بيت طاعته وههم الأبطال المتأسلمون يعيدونها إليه ويغطي كل طرف منهم جريمته بآيات قرآنية يقتل أدعياء الإسلام بعضهم بعضا من دون وازع من ضمير أو خلق أو شعور أو خلق أو شعور وطني ويدعون أنهم ملتزمون بما يتطلبه الإسلام من أخوة دينية وشركة جهادية وتفرده الوطنية من عداء للأسد الذي يعيدونه إلى الغطاة الشرقية ويسلمونه عشر قرى في أقل من يومين يؤكد سقوطها السهل أن اقتتالهم أدى إلى انكشاف جبهة الغطاة الجنوبية أمام شبيحة الأسد لأنه لم يكن هناك من يدافع عنها لانشغال الجميع في قتل بعضهم بعضا أو لأن ما تكبده من خسائر جسيمة في قتالهم الأخوي ذهب بقواهم وجعلها أشد عجزا من أن تحمي أحد أو مكان فدخل النظام مناطق لا رباط فيها واستعادها هدية سائبة قدمها إله من يتقاتلون وسقف البيت الذي يسكنونه يسقط على رؤوسهم الخالية من العقل مهما كانت دوافع هؤلاء فإنها ليست مسوغة وكان من المحتم تسويتها بالتفاهم قبولا بمبدأ ان التزمت به ثورات الدنيا المنتصرة يجعل التناقض مع النظام عدائيا وغير قابل للتسوية لذلك له أولويات مطلقة على أي تناقض أو خلاف بين قوى الثورة التي تقاتله ونقرأ في موقع المدن مقال لساطع نور الدين أشار فيه إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كاد في خطابه الأخير يضع الانتخابات البلدية في الجنوب بمنزلة الحرب في سوريا عندما اعتبر أن القرار بتعزيز الانخراط في المواجهة على هتين الجبهتين هو بمثابة الرد العملي على مصرع المسؤول العسكري للحزب مصطفى بدر الدين لم ينصف نصر الله الخصوم الافتراضيين في المعركة البلدية الجنوبية في مرتبة الأعداء المتواطئين مع التكفيريين أو المساهمين في الحرب الكونية المزعومة على محور المقاومة والممانعة لكن الإحاء لم يكن بعيدا عن هذا التصنيف تم تقرار جاز بالمضي قدما بالحرب حتى النهاية بغض النظر عن الثمن هذا ما خرج نصر الله ليعلنه ردا على اغتيال بدر الدين ولعل هذا ما يمكن أن يلمح بشكل أو بآخر إلى الجهة التي نفذت العملية والتي تريد استدراج الحزب إلى جميع الجبهات السورية بعيدا عن جبهة المواجهة القديمة والمتنائية مع العدو الإسرائيلي الذي تلقى ما يشبه البراءة من دم المسؤول العسكري الأول للحزب لم يكن الهبوط الفوري من جانب نصر الله من الحرب السورية ذات الصفة الكونية إلى المعركة البلدية ذات المغزر ريفي مؤثرا ليس فقط لأن نتائج الانتخابات محسومة ومعروفة سلفا بل لأن المعارضة الجنوبية المتواضعة للحزب لا يمكن أن تشبه أو تقارن بالمعارضة السورية المتصاعدة التي يقاتلها الحزب داخل سوريا وخدم حلقة اليوم مع موقع كلنا شركاء ومقال ريمة فرحان بعنوان في معرض الحديث الدائم المتداول لدى الشارع السوري الموالي أو الرمادي تتردد عبارة كنا عايشين كمؤشر لكم السلام والاستقرار والهناء ورغد العيش وفصحة الحريات التي كانوا يتمتعون بها في ظل القيادة الحكيمة يتذكر هؤلاء تلك الأيام بتحسر حيث كانت أجهزة المخابرات تؤمن الأمن والأمان وحين كانت تضع حدا لكل من تسول لهم نفسهم بتعكير ذلك الصفوي والمجد الذي يعيش به الشعب السوري بأن يعبر عن أي رأي مخالف لما تراه القيادة الحكيمة قبل أن يأتي هؤلاء المخاربون الذين يطالون بالحرية ويعكر ذلك التناغم نعم كنا عايشين كنا عايشين حينما أغلقت الأبواب في سجن تدمر وسدنايا والمزة وأقبيعت المخابرات على ألاف السوريين حيث عذبوا وأعدموا ومثل بهم لعشرات السنوات كنا عايشين أيضا حين كنا ننتظر بالطوابير في الثمانينات لساعة وساعات لنحصل على علبة محارم وسطل من السمن كنا عايشين حين كانت كلمة بسيطة في لحظة نزق تكفي لنقضي في السجون سنوات وسنوات كنا عايشين حين حمل مئات الألاف من السوريين حقائبهم هربا من الفقر وتوجهوا إلى دول الخليج وأمريكا الجنوبية وأفريقيا سعيا وراء رغيف الخبز الذي فر منهم في بلدهم كنا عايشين حين كنا نساق كالنعاج عنوى من أجل الهتاف للقائد الخارد الميت المقبور كنا عايشين حين كان هناك من يضع أسماء ممثلين بمجلس الشعب دون علمنا ويسقط في صناديق الاقتراع أصواتنا المزورة كنا عايشين حين كانت سرايا الدفاع وعناصر المخابرات تجول وتصول في الشوارع وتنتهيك الحرمات دون حسيب أو رقيب كنا عايشين حين كانت إقامة العرس تحتاج لموافقة أمنية كما يحتاجها بيع الفلافل منذ أن وقف بشار الأسد في مجلس الشعب بعد بداية الثورة وأحدث درعا في المرة الأولى وسخر من ألم درعا وتحركات شارعها كان واضحا أن هذا النظام حسم أمره في التماسك بالحكم والبقاء على الكرسي حتى ولو اعتلى الجماجم والخراب لن أعود لنقاش موضوعية نظرية كنا عايشين بعد هذا لكنني واثقة من شيء واحد فقط سوريا ونحن سنعيش وبهذا المقال مشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة